ماذا يحصل بين السلطة السياسية والسلطة القضائية؟ وهل أصبح القضاء مكسر عصى للسياسة والسياسيين؟ من تابع ملبسات عقاد مجلس الوزراء اليوم تأكد له أن الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مربكان فهما يتعرضان لضغط مزدوج الضغط الأول من الرأي العام الذي سرقت ودائعه ونهبت أمواله واستحالت أرقاما مجمدة بل حتى غير موجودة في خزنات المصارف أما الضغط الثاني فمن المصارف والمصرفيين ومن المنظومة المالية فهؤلاء يعتبرون أنهم مستهدفون بشكل أو بآخر وأن القضاء وتحديدا غاد عون تستكمل ضرب ما تبقى من صورة القطاع المصرفي وما تبقى من صورة مصرف لبنان عبر استهداف حاكمه وملاحقته هو وشقيقه والواضح أيضا أن توجه ميشيل عون في مكان وتوجه نبيه بري ونجيب ميقاتي في مكان آخر والدليل أن رئيس الجمهورية وافق على عقد مجلس الوزراء لكن ليس في القصر الجمهوري بل في الصراع الحكومي وذلك ليبعد عن نفسه مسؤولية قبع غاد عون عن ملف مصرف لبنان وإحالة الملف إما على المدعي العام التمييزي أو المدعي العام المالي هكذا عقدت الجلسة في الصراع لكن أركان السلطة القضائية لم يحضروها ولم يشاركوا فيها ما أجل اتخاذ القرار المناسب إلى موعد آخر وما حمل نجيب ميقاتي على أن يفقد عصابه ويقول ردا على سؤال أنه سيعيد النائب العام التمييزي إلى البيت إذا لم يستجب لمطالب السلطة السياسية فهل هكذا يفهم رئيس الحكومة استقلالية القضاء وهل هذا الخطاب السلطوي استعلائي مسموح من السلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية وبالنتيجة إن كل ما يحصل هو دليل على فشل المنظومة الحاكمة عسى أن لا يتحول هذا الفشل إلى نهاية الجمهورية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر